السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سويت لكم موضوع جدا راح يعجبكم طبعا فيه 190 مصحف بصيغة BDF صيغة BDF المعروفة يعني لكل يعرفها تمام طبعا هذا الموضوع كتبته فيه طويل جدا 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 كل مصحف هذا اسمه وهنا بالانجليزي تمام وهذا صورة عن المصحف وهنا حجمه تمام وهذا رابط التحميل فيه مصاحف حقة مجمع الملك فهد فيه مصاحف تجويد فيه مصاحف ترجمة باللغات العالم كلها كلها موجودة تمام شوفوا شنون شكثرهم اكثر من 190 مصحف بألوان مختلفة هذا تعرفونه حق البكستانيين سمونا مصحف نستعلق وكلها موجود تمام وهنا الرابط تمام نضغط مثلا على التحميل رابط مباشر على طول ننتظر شوي آه تم التحميل هذا هو بس تضغط بداية بدء أو شيء ويبدأ تحميل معك طبعا فيه عندك اسود وبيض فيه عندك بقراءات مختلفة شوفوا كمية المصاحف الموجودة كلها وفرتها واختصرتها عليكم بصفحة وحدة تختار اي مصحف تبغى شوفوا هذا حق الكبار السن والاطفال بخط كبير جدا جدا يعني حتى مصاحف نادرة هذه او قديمة يعني تمام نجي تحت مثلا شوفوا هذه مثلا باللغة التايلندية تعريف عن اللغة تمام عدد الناطقون فيها بالانجليزي تمام قرآن اندا يعني تايلند الى اخره كتابة القرآن باللغة التايلندية تمام وهنا نموذج للمصحف اللي سيتم تحميله وهذا الرابط كله كذا شوفوا شنون يعني حط كذا مقسمهم اقسام يعني تعبت تعبت وانا سويه يعني جلست كثرة سبيع وانا اشتغل فيه بشغل مكثف مرة هذا مثلا باللغة التاميلية تمام هذا باللغة الروسية تعريف عن اللغة وهنا هذا يعني فيه مصحف بسود وبيض وفيه مصحف ثانية ملون تختار اللي انت تبغى تختار اللي انت تبغى تمام طيب تم تحمل جميع الملفات هذه وفرتها لك ايضا لتحميل جميع الملفات في ملف مضغوط واحد بحجم 28 جيجا تضغط هنا او تضغط هنا او تضغط هنا كله بيعطيك رابط واحد تمام او تضغط شوفوا ملف مضغوط حجم الملف 28 جيجا بايت تمام ام ودي انا استعرض لكم بعض المصاحف انا بس عشان الوقت يعني او تضغط هنا 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 هه وين مجمع الملك فهد وين حطيتها هنا ايه هنا هنا الملك فهد هذا مثلا خليشوف المصحف الجوامعي هذا صغة بدي اف طبعا شوفوا هنا صغة بدي اف شفت شنون تقدر تطبعها تقدر تطبع صفحة معينة كلها وفرتها بأعلى جودة أنا بحثت جزتها بحث عن أفضل جودة ممكنة جميع النسخ طبعا جميع النسخة اللي متوفرة هنا يعني حاولت أني أجيب أفضل نسخة متوفرة بالإنترنت تقدر أنك تحملها شوف هذا بالخط المغربي تقدر أنك تحملها وتشوف وتستمتع قراءتها طبعا أشياء كثيرة وفي تجويد فيها هذا هو التجويد هنا بهامش له قلق لصغرى وإلى آخر ترقيق في القراءة العشر هنا قسم مصاحف التجويد وتنزل تحت هذا مصحف قطر يعني اختار حتى فيه مصحف التهجد والقيام شوف شلون شكله مصحف التهجد والقيام هذا البقرة في تسع في تسع صفحات تقريبا أو ثمان صفحات هذا يسمونه مصحف التهجد والقيام طبعا أريد أن أشرح لكم نقطة هنا هذا موقعنا الجديد أو موقع عرفا اسمه ويكياب فيه مجموعة من المواضيع اللي ممكن ممكن تهمكم يعني أو شيء زي كذا هو يعني توني منشئة يعني حديثا أتمنى أنكم تطلعون على ما فيه وإن شاء الله سأقدم فيها أشياء أكبر من كذا طبعا هنا كم باقي على شهر رمضان هنا المهم وهذا موقع ثاني لكن اسمه منهجي أو شيء زي كذا لكن ما علينا منه بس هذا اللي حبيت أقوله أتمنى أنكم تشيرون الموضوع أتمنى أنكم استفدتم وشكرا لكم وفي نهاية المقطع لا تنسى قول البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله